أعلنت الحكومة أن هناك سبعة مستشفيات تتبع الجامعات الخاصة أصبحت في مرحلة متقدمة من الإنشاء وتجهيزة وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه مع اجتمال هذه المشاريع فمن المتوقع إضافة 1562 سريرا للمنظومة الصحية على مرحلة معظمها سيكون خلال العام الدراسي القادم ليصل عدد الأسرة بنهاية إتمام الأعمال الإنشائية إلى 1997 سريرا يذكر أن المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والتي تعمل حاليا هي مستشفيات جامعة السادس من أكتوبر وجامعة مصر للعلوم وتكنولوجيا وبهما 435 سريرا تعمل جنبا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر